اشتركوا في القناة في الضوء على حاجة مهمة اكيد كلكوا عارفينها واكيد بس طبعا بتبقى بطعم مختلف شوية بعتقد كده يعني بنكهة فيها طعم مختلف فاتمنى تدعو الاصدقاء عشان انتوا عارفين الشاطين الوقفة بتستنى وتلغي الحلقة بعد شوية او في اخير الحلقة ونرجع نحارب عشان نرجعها زي ما عملنا الاسبوع الفات الفيسبوك بقى بيحبنا قوي والاسبوع الفات الحلقة تلغت بعد الهواء على طول ومخرجنا كدتر خير وكل الكنترول حربوا لغاية ما رجعوها تاني المهمة طبعا يعني زي ما تعودت شوية ان لما بيكون فيه اميلات مهمة بحب اقولها لحضراتكم وخصوصا لما تكون من اصدقاء او ناس مهتمة جدا بالبرنامج وليها تعليقات معينة وتعليقاتها بتبقى مهمة قوي ففي حاجتين صغيرين كده حقولهم لحضراتكم مش هقول في محافظة ايه لكن هي في محافظة من محافظة الصيد بيت مسيحي طبعا ده دي شكوى وهو رفض انه هو يكون معانا على الهوى لانه خايف تخيلوا بقى لما يكون فيه ابتي خايف يتكلم عن مشكلته في البرنامج على الهوى فحتة خايف دي لوحدها بالنسبة لي مهمة جدا فالمهم هقولكم موضوعه هو صغير جدا في محافظة من محافظات الصيد ومش هقول ايه هي عايز يبيع بيته جاره اللي جنبه مسلم كالعادة الجار مانع اي حد يقرب او يحاول يشتري البيت علشان هو عايز ياخده وياخده بنص 6-8 يعني لو هو بخمسين هياخده بخمس عشرين لو هو باربعين هياخده بعشرين وبالتالي هذا المسيحي او هذا القبطي مش عارف يعمل ايه مش عارف يعمل ايه شوفوا بقى هو نوع من الازلال يتدهوني بالسعر اللي انا عايزه يامش هخليك تبيعه طب يعمل مفروض ان انت تتمنه زي ما اي بيت ما بقولكش ما بقولكش مسلا هزود عليك لا ده الجار او اللي بالشفعة هنزلك شوية بس ما توصلش للنص تقريبا فده حرام بوريكم اللي بيحصل للقباط وطبعا خوفوا ان هو يتكلم دي حاجة لوحدها بالنسبة لي مهمة جدا حاجة تانية بمناسبة كل البنات اللي بترجع مش هقول برضو الاسم لان لما بيكون حد ما سمحليش ان انا اقول اسمه وما بقدرش اقول اسم بيطالب ان كل بنت ترجع لابد ولازم حالتها تتوسق عبارة عن في منين يعني تتوسق من لجنة طبية متخصصة فيها طبيبة امراض نصة وطبيب بطنة وطبيب شرعي وطبيب امراض نفسية وعصبية ويتعمل لها تحليل دم كاملة عن ادوية مسيطرة اللي هي بتسلب الاراضة او مخدرات سالبة للاراضة عاوزين فرع في كل فروع الجمهورية يكون فيها هذا فرع من هذه اللجنة عشان خاطر يريد تكون جهة متبرعة انها تقوم بالموضوع ده واحنا عندنا لقباط الحمد لله النشاطاء كتير جدا وما اكثر ناشط قبطي يريد تتزعم هذه الفكرة انا ده من كلامي انا ويتم بالتحليل بعد التحليل يتم التوسيق اهل بنت كانت فعلا بيدوها مخدرات بيدوها ادوية وا 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 حالتها الجسمانية حاجتها طبيب الشرع يقول ويتكتب تقرير حتى مهما كانت الموقف لان القضية لا تسقط بالتقادم وخاصة انا بقول لكم وخاصة القاصرات من يوم خروجها حتى لو خرجت وهي 17 سنة وتم اسلامتها 19 سنة فالقضية بتحسب من تاريخ خروجها ونبتجي بسرعة وبمعونة المطرنة او الاسقفة والمطرانيات اللي في كل كنيسة تكون مسؤولة عن الموضوع ده عشان خاطر نحفظ حق ولادنا ويريت الاديرا تهتم بالموضوع ده حتى لو البنت وانا بقول لكم بقى حتى لو البنت خرجة بمزاج حتى لو البنت خرجة بمزاج لان دي قاصر يتلعب بعقلها يبقى مهم جدا ان احنا نعرف ايه اللي حصل لها بعد ما تلعب بعقلها وبعد ما اتخذت واتدحك عليها مدام الشرطة بتتواطق وحدوسوا على كلمة بتتواطق دي عشان حوريكم حاجة بعد شوية بالدليل الاثبات ان ايه اللي بيحصل من الشرطة وبالاسم بالاسم رئيس مباحث عمل ايه طيب دي حاجة يعني ادي اقتراحين او دول حاجتين الاستاذ مخلص شاول برضو الاسم اكتر قبل كده اقترح على الرئيس السيسي ان احنا عارفين في الجيش وفي الشرطة بالذات بيبقوا عساكل امن المركزي او العساكل اللي بيخدموا اللي هم من مدة 3 سنين بيبقوا كلهم غالبيتهم يا اما بيعرف يقرأ ويكتب يا اما ما بيعرفش يا اما معها ابتدائية اعدادية بيبقى يعني محدود التعليم فالناس دي لما بتخدم في الجيش او الشرطة استاذ مخلص بيقترح على الرئيس السيسي ان يتم تعلمهم حرفة ما يبقاش مجرد عسكري عادي زي ما بيحصل انا اكمل يعني على كلامه زي ما بيحصل في السجون اي سجين بيتعلم يبقى نجارة يبقى اي حاجة دوكو دهان اي حاجة صنعة يدوية فهو بيقترح له ساذ مخلص ان العساكر البوسطة دول يتعلموا صنعة لانهم بعد ما بيخرجوا من الجيش المفروض انهم بيتعينوا او بيروحوا في حتة يشتغلوا فلما يبقى معاه الصنعة دي لو واحد علمته الزراعة تمهدوله الظروف اللي يعيش يكون عنده سكن يكون تدوله ارض ان شاء الله ببلاش حتى ولو هدية من الجيش ارض صحراوية هو يستزرعها بناء على الحرفة اللي تعلمها والتكن الزراعة الصناعة يتعين في مكان هو اشتغل في الحرفة دي اثناء فطية خدمته ده اقتراح الاستاذ مخلص ويريت تلبى هذه الطلبات او الفكرة يعني تدرس حتى واعتقد انها فكرة كويسة الحلقة اللي فاتت انا تكلمت عن زوجة جورج اللي هو قتل والده والدته واخته وولده والناس بعد الحلقة بعتولي كتير جدا لما شافوا حالة مراد جورج الفقيرة جدا اللي لفتت نظري في الفيديوهات او في المواضيع انها في حالة تحت الفقر تحت خط الفقر فناس كتير عارضت انها تساعد هذه الزوجة لان طبعا زي ما قلتلكم عندها ثلاث اولاد اكبر هم سبع سنين وهي قالت انها عايش على المساعدات قالت في الفيديوهات كده انها عايش على اي حد بيساعدها فياريت حد اظن اعتقد يعني ان انتو سهل جدا ان انتو توصلوا لها عن طريق المحافظة اللي هي فيها الابراشية اللي هي فيها الكنيسة التابعة لها وتقدروا تساعدوه ففي ناس كتير فعلا وصلتني رسائل بتعرض على انها تساعد قصة جورج لان فعلا هم محتاجين حتى ان يعملوا يساقف للحيط للبيت يعني وهكذا عايزين نوصل لها انا مستعدة اجيبلكوا اسمها رقم تليفونها كل حياتها ولي ربنا يقدركم علي يساعدوها باي طريقة ما الطريقة اللي انتو تحبوها اتكلمت الاسبوع اللي فات برضو عن رئيس وزراء كندا فوصلتني رسالة من كندا بتقول وطبعا هو سمح لي ان انا اقول اسمه بس الاستاذ ماهر ومش هقول باقي الاسم اشكر يعني انا بالنسبة لي باشكرك جدا يا استاذ ماهر على الايميلات اللي حضرتك بتبعتها هو كاتب لي باشكرك جدا على برنامج صرخة وامل برنامج شيق وجميل وتابعه باستمرار منذ حوالي سنتين واكتر وخصوصا برنامج يوم الخميس عشرة يونيو عشرين واحد وعشرين وبالذات جزء الخاص برئيس وزراء كندا وتجميعه للاخوان خوانة مصر والدول العربية واضح جدا تجميعه لكل هؤلاء الخوانة وتعديده لهم كما قام بإلغاء الصلاة الربانية من المدارس وسمح بإقامة الزوايا في المدارس وذلك حتى يكتسب أصواتهم في انتخابه سدقيني كل عارفين كده كلنا يعني عارفين كده وحسين بي ولكن للأسف دائما يقولون هذه بلد هجرة ويجب إعطاء الحرية للجميع كنا نتمنى لو كان مثل رئيسة وزراء استراليا التي أعلنتها صراحة استراليا بلد مسيحية ونحن سوري ونحن نحافظ عليها وعلى مبادئها وأن لا يعترف بهذا ويرضى بها فعليه مغادرة استراليا دي رئيسة استراليا لالكدير أتمنى من كل قلبي أن يكون هناك بس للبرنامج باللغات الأخرى غير العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية يا ريت يا أستاذ ماهر لو عندك الطريقة اللي نترجم بيها وده مش حضرتك فقط قلت كده فعلا ناس كتير قالتلي كده بس أنا ما عرفش إزاي ده يحصل لإني أي لغة من اللغات دي يعني عايزة حد متخصص فيها جدا يعبر عنها بسهولة حتى نعرف الأمم المتحدة وشعوب المتكلمين بهذه اللغات بما يحدث في مصر والدول العربية أستسمح حضرتك إذا كانت ظروف البرنامج يسمح بذكر الرسالة والاهتمام بمحتواها ويمكن ذكر اسم الأول فقط أشكرك جدا يا أستاذ ماهر وأتمنى دايما إيميلاتكم وأشكرك على رأيك في البرنامج ده شرف ليا وفخر ليا إن حضرتكم تكونوا متابعين للبرنامج وليكم تعليقات عليها طيب تعالوا ندخل في محتوى الحلقة لأن فيها أجزاء مهمة جدا نبدأ أول حاجة بالعملاق مجدي عقوب الدائرة اللي الزرق اللي أنا عام لها دي دي دولة اسمها رواندا ودي خريطة إفريقيا مصر فوق خالص بينها والسودان ورواندا شايفين تحتها هي مساحتها صغيرة جدا ولكن تحت السودان على طول أو قريبة من السودان شفتم موقعها فين نشوف الموضوع دكتور مجدي عقوب مذكرة تفاهم لإنشاء مركز مجدي عقوب في رواندا مصر لجراحات القلب يعني هيبقى المركز اسمه مركز مجدي عقوب رواندا مصر لجراحات القلب الخبر بتاريخ يوم 11 السفير المصري في رواندا و المسؤولين عن وزار الصحة وزار الصحة اللي بيوقعوا هذي الاتفاقية أوريكوا باقي الخبر زي ما حضرتكم شايفين طبعا مش هقرأ كل المهم لكن تعليق على الموضوع لأن طبعا كان نفسي أرى لكم كل ده تعليق على الموضوع في الموضوع ده بالذات يعد المركز الأول طبعا المركز الأول من نوعه في شرق القرية الأفريقية اللي بيقدم خدمات طبية لعلاج أمراض القلب والأوعية دموية لمن هم أمثل حاجة إليها وبالأخص الأطفال فضلا عن تدريب كوادر علمية وطبية وطمريضية المركز بيقوم بتطوير الأبحاث في مجال العلوم الطبية الحيوية وزير وزير الصحر الرواندي الكلمة ووجه الشكر والامتنان لمصر حكومة وشعبا واتخذت مصر خلال السنوات الماضية خطوات سابتة نحو عمقها الأفريقي لاستعادة مصر مكانها أو مكانتها ودورها المحوري في قرة أفريقيا ما تنسوش أن الاتحاد الأفريقي خرج مصر وطبعا كانت في الأول دي من ضمن الحاجات اللي لازم تذكر ولازم نتكلم فيها أو نقول بس تعليق صغير عليها الاتحاد الأفريقي خرج مصر من عضوية الاتحاد الأفريقي ولكن مصر رجعت بقوة سابتة وبخطوات سابتة في 2019 وترقست الاتحاد الأفريقي في 2019 إذن مصر واخد الخطوات بس المهم أو السؤال المركز إيه علاقته بالدولة يعني دكتور مجد عقوب لما أنشأ المركز في أسوان أنشأه بكل إمكانياته المادية والجسدية والعلمية وكل كل كل هو بنفسه هو قال أنه هو حينشق أكتر من مركز زي كده لعلاج الأطفال بالذات وكان من ضمنهم مركز مجد عقوب في رواندا صحيح شيء حلو جدا أن مصر تاخد خطوات سابتة داخل إفريقيا وتبقى هي ريادة في كل شيء ده شيء يفرحني ولكن ما تنسوش أن أولا مجد عقوب عايز يعمل منها تدريبات علمية زي أن هو يعالج وهتبقى بنفس المواصفات طبعا طبعا ما فيش فلوس ما فيش حد يدفع فلوس كلها مجانية حتى اعتمد على التبرعات لكن حلو جدا أن يبقى مجد يعقوب هو اللي بيوصل أو هو حلقة الوصل ما بين مصر والدول الأفريقية شفتوا مجد بيعمل إيه ده اللي اتطرد في يوم الأيام من أصحاب الفكر الداعشي اللي مازالوا حتى الآن بس بصراحة النهاردة هتبقى حاجة مهمة جدا لأصحاب الفكر الداعشي الحاجة المهمة بقى كمان من ضمن الحاجات المهمة الحكم على اللي حرقوا بيوت الأقباط في المينيا في قرية الكرم الحكم في قضية حرق منازل أقباط الكرم بتاريخ 15 زي ما حضاتكم شايفينه هو هو طبعا مكتوب 16 بس أنا قلت ليه 15 عشان ما حدش يقول ان انت قلت غلط لان هو في الخبر بيقول أمس قضت فيها محكمة جنايات المينيا أمس اللي هي بتاريخ 15 بمعاقبة 10 متهمين حضوريا بالسجن خمس سنوات وبراءة 14 تورطوا في أحداث الكرم المهم في حرق منازل أقباط الكرم تعالوا وريكم الحتة المهمة جدا اللي أنا حقف عليها في الموضوع هم 24 أفراجوا عن 14 قالوا ان دول ما قدروش يمسيقوا عليهم أدلة ولكن حكموا على العشرة العشرة أخذوا حبس خمس سنين من ضمنهم وأهمهم الحج نظير الحج نظير بس خلونا في حتة مهمة متهمين بإشعال الحرائق في منازل مواطنين هم 24 متهما مسلما متهمين بإشعال الحرائق في منازل مواطنين أقباط بسبب شائعة شائعة وجود علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي وربة منزل في مايو 2016 تعود أحداث إلى يوم 20 مايو 2016 عندما شهدت قرية الكرم أعمال عنف على أثر تردد شائعات بوجود علاقة بين نجوة زوجة المتهمة الرئيسة في الأحداث اللي هو نظير وأشرف علاقة ما بين أشرف ونجوة وأصفر عن ذلك حرق خمس منازل وإصابة اتنين الجملة اللي بقف عندها وهي إشاعة إشاعة ترددت عن وجود علاقة ما بين أشرف ونجوة إشاعة إشاعة كمان مرة كيف تم محاكمة أشرف والحكم عليه بالسجن لمجرد إشاعة كيف تم إثبات هذه العلاقة وقضية زنا كيف تم الحكم عليه في قضية زنا عن طريق إشاعة عرفت عرفت النقطة اللي أنا بركز عليها أشرف اتحكم عليه أشرف ده ابن أمنا سعاد أشرف وطبعا كلنا حفظين الموضوع مش عيد فيه تاني أشرف ابن أمنا سعاد انتشرت إشاعة إنه على علاقة بنجوة نجوة دي إليه امرأة نظير ولكن اتحكم على أشرف واتسجن وخرج نتيجة هذه الإشاعة اللي اتحكم عليه في قضية زنا وقلت قبل كده إن قضية الزنا بتبقى ما بين واحد ووحدة فهو اتحكم عليه وهي لم تسجن مثله اللي هي نجوة لأن فيه طرفين انت جبته واحد وحكمته عليه وسجنته طب الطرف الثاني الزاني الآخر ما تحكمش وما تسجنش هو طلع لها حكم ولكن ها لم تسجن وحتى الآن هاربة المفروض إنها هاربة ولكن ها معروف عنوانها ومعروف هي عايشة فين دي حاجة الحاجة الأهم إزاي انت حكمت على أشرف نتيجة شائعة كيف تم إثبات هذا الزنا عن طريق البنت الصغيرة اللي وردتها لكم اللي هي بنت نظير ونجوة يعني كلام عيلة صغيرة كان هو الدليل المادي للقاضي اللي حكم على أشرف بالسجن بس سلموا لي على القضاء بس النهاردة فيه قاضي روعة أشكره جدا هيغير ولو واحد في المية من رأي في القضاء ده الحكم فيه قضية حرق منازل الأقباط دايما متعودة عبارك بس هي مش شماتة انتو تستحقوها بجد بجد تستحقوها وتستحقوها أكتر منها لأن من شعر رأسكم لضافة رجليكم الدم بينقط منكم دم المصريين اللي انتو أسلتوه واللي انتو اعتدتو عليه ورجال الشرطة ورجال الجيش والمصريين وكل وكل اللي عملتوه في مصر تستحقوا عليه مش الإعدام مرة واحدة تستحقوا عليه الإعدام مئة مرة تعالوا شوفوا الفيديو بالحكم بالإعدام على قيادات الخوانة المجرمين وشوفوا هم طبعا عبد الرحمن عبد البر البلتاجي صفوة حجازة حجازي أسامة ياسين مجموعة كده حلوة لكن الغريبة إن الحج بديع تم تخفيض الإعدام إلى المؤبد عشان يعيني يا حرام 80 سنة فما أكل يعني هل 80 سنة ده لا يعدم احترموا الكبر سنه ده اللي أنا عرفته نشوف الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة طيب تعالوا بقى افكركم بحاجة اول صورة مريان كاميل الصورة دي لو حضرتكم فاكرين دي الزوجة الحامل اللي اختفت واللي جوزها في امريكا هنا والحامل في شهرين المفروض انها هتولد الشهردة وحقول لكم الموضوع الجديد اللي عرفته من مصادري محدش طبعا ما بقولش منين يعني لكن مريان اختفت ومحدش يعرف طبعا لما اهلها حابوا يعملوا وقفة امام الاسم الشرطة اسم شرطة المرج او في الكاتدرائية او في اي حاجة تم استدعاقهم والتحقيق معاهم ازاي هتعملوا مظاهرة ومش عارف ايه طيب يا جماعة بلاش نعمل مظاهرة بس اتوالنا خلينا نقول هي فين قولولنا هي عايشة ولا ميتة قولوا اي حاجة وهكذا لكن اللي عايزة اورهولكو اول اللي في الموضوع هوريكو بس الاول دي مريان مريان كاميل شوفوا الحلو الامور بتاعها او اللي هي معاه ده الحج مصطفى عبد الحميد الكيوت الامور ده اللي انا قلتلكو عليه وهو ابو تيشيرت اسود مصطفى عبد الحميد وصديقة مريان اسمها نورهان هتشوفوها دلوقتي نورهان كانت صديقتها دي نورهان دي نورهان ركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي قوي اللبس اللي لبسها نورهان ده هو لبس مريان كله حتى الشنطة اللي فيها دي اللي هي مسكها دي انا قلت لحضراتكم ان جوزها هنا في امريكا مريان وليها حد في امريكا كمان هنا بلا ذكر هم مين فهم اللي كانوا جايبين لمريان الشنطة الحمرة دي واللبس اللي عليها هو لبس مريان اذا مريان مع نورهان صح ولا مس صح وإلا جابت اللبس ده منين طيب مش المفروض اللي لبس اللبس دي تقول هي فين نورهان مريان تقول هي فين جابت اللبس ده منين اه هي عيشة لا اتلوها هي جابت اللبس ما اتلوها ولا هي موجودة ولا هي بخير ولا 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 حاجة خالص مين اللي سمح لنورهان انها تلبس اللبس بتاع مريان وتخرج بيه علانية كده وتركب بيه في محطة المترو زي ما انتوا شايفين القصة او الموضوع او النقطة اللي في الموضوع ده اخو مريان هو ومراته كانوا في محطة المترو وشافوا نورهان وهي باللبس ده وبالشكل ده راح على طول راح لها مرات اخوها مرات اخو مريان اتكلمت معها بصوت عالي فطبعا جيها امين الشرطة لان ابتدت تبقى زي شوشرة جيها امين الشرطة في ايه راح اخو مريان حكى لامين الشرطة كل حاجة ده لبس اختي دي صاحبتها اختي مختفية وحكى له القصة راح البيه بتاع امين الشرطة راح متصل برئيس مباحس اسم المرج الحلو الامور اللي اسمه حسين خيري انا ليه بقى اقول الحلو الامور عشان هتعرفه هو عمل ايه حسين خيري اتكلم مع اخو مريان وقال له انا دلوقتي قدامي نورهان لبسة لبس اختي وحضرتك بتقول بقى لك مدة حنجبها 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 وانت ما جبتها لناش ولا اي حاجة وما نعرفش اختنا فين ودي لبسة لبسها يبقى فين اختي ما معناها هي عايشة ولا ميتها هي اخدت اللبس ده ازاي ما احنا لازم نعرف اختنا فين وخصوصا انها حامل انت ما قلت لناش هي فين وما جبتهاش بما معناها قال له طب اديني امين الشرطة راح خد التليفون من امين الشرطة يعني امين الشرطة كلم حسين خيري رئيس المباحث ده وقال له ماشي نورهان على طول دلوقتي كانوا هما الاتنين على محطة المترو جاه المترو وصل زي ما انتوا شايفينها كده راح امين الشرطة راح زائق نورهان لجوه المترو اخه مريان ومراته رجبوا وراها عشان يعني يشوفوا اختهم فين يعرفوا منها اي حاجة يتخنقوا معها اي حاجة اي حاجة ما احنا عايزين نعرف اختنا فين قبل ما الباب يتقفل راح امين الشرطة راح شادد نورهان والباب تقفل والمترو مشي واخدين بالكم التكة يعني ندخلها وقبل ما الباب يتقفل راح شادد بحيث ان المترو يمشي بيهم هما وهما يهربوا نورهان وده اللي حصل بالفعل اخوها لف ورجع تاني لامين الشرطة وقال له ايه اللي انت عملته ده وازاي تعمل كده قال له ايه بصامين الشرطة قال له ايه قال له الزابط اللي في المحطة ورئيس الزابط اللي في محطة المترو وحسين بيه خيري قالوا اللي انت كلمته في التليفون قالوا مشوها واللي عايز يعمله يعمله واي حتة عايز تروح تشتكي فيها اشتكي ايه رأيكم ايه رأيكم طب انت ماشي هي عايزة تمشي هي عايزة تأسلم هي عايزة اي حاجة اي حديك اي تفسير انت عايز تقوله هي أسلمت خلاص اي تفسير انت عايز تقوله ايه اللي يخوفك هي اولا مش قاصر ايه اللي يخوفك انت تجيبها وتواجهها بأهلها وهي تقولهم انا مش عايزة ارجع لكم انا عايزة ايه المشكلة في كده لكن ايه لعبة القط والفر اللي انت بتعملها دي وايه البجاحة اللي انت فيها دي يا حسين يا خيري انك تقول اللي انت المكان اللي انت عايز تشتكي فيه روح تشتكي انت مين بقى بالنسبة للقانون والدولة اللي انت مش همك حد هاي مش من حق قصرتها يعرفوا انها عايشة ولا ميتة هل دا مش اقل حق من حقوق الانسان ان هم يعرفوا بنتهم فين بنتهم عايشة ولا ميتة اللبس نرهان خدته بناء على ايه هل بقى ممكن حد يقول تجارة اعضاء واخدوها ومثلا وبعوها زي ما الاشعاد بتتقال ان فيه تجارة اعضاء مش هنقول كده لا ماشيت بمزاج هقول اي حاج بس لو انت عندك كرامة ودم تجيبها قدامهم تجيبها قدامهم وتقول لها يا بنتي عايزة تروحي فين عايزة تروحي مع اهلك فضالي انت بالغة مش قاسرة عايزة تروحي مع الحج مصطفى روحي انت مش صغيرة تعالوا قريكم الحج مصطفى بلتجي بمعنى كلمة بلتجي ودي صحيفة الحالة الجنائية بتاعته هواريكو حكتين ثلاثة كده دي صحيفة الحالة الجنائية وده اللوجو بتاع الشرطة او الداخلية بصوا كام حاجة انا اولا اسمه مصطفى عبد الحميد اللي انا عالشمال فوق وينوانه شارع الكارجي في شبرة او فروض الفرج اول حاجة او مصطفى عبد الحميد زكي اه 12 شارع الكارجي او 14 شارع الكارجي روض الفرج القاهرة ادي بياناته طبعا خالص انا ما ارضيتش احط عليها رقم القومي بتاعته او اي بيانات شخصية دي الحتة بتاعت بياناته القضايا شايفين القضايا القضايا التهمة ضرب حبس اتنين شهر وكفالة الف جنيه ادي واحدة كل واحدة فيهم بتاريخ انا عدت دقق في صحيفة الحالة الجنائية بتاعته بتاريخ يعني مياش مكررة التهمة ضرب حبس اه شهرين اللي بعدها في صحيفة تانية في ورقة تانية حاورها لكو برضو ايوة دي الاولنية فيها اللوجو دي بقية الصحيفة بتاعته او صحيفة الحالة الجنائية بتاعته انه بلطجي كل حاجة برضو الاسم مصطفى عبد الحميد زكي اهو والمهنة لا يوجد معندوش يعني الحمد لله انه هو بلا عمل يعني يعني مش عايزة اقول اللفظ في روض الفرج الحبس شهرين تاني ضرب اه والحبس شهرين تاني وتاريخ مختلف على فكرة وبعدين هنا ضرب تاني وحبس شهرين وكفالة 100 جنيه اللي تحتها ضرب والحبس 48 ساعة ومش عارفة كفالة كم جنيه اللي بعدها ضرب وبرضو خمسين جنيه اشكرك جدا والتانية ضرب 48 ساعة وكفالة 50 جنيه كل واحدة فيهم انا حط عليها الهايلايت بتاريخ مختلف 16 17 19 وهكذا كل لمشكلة الحج مصطفى عبد الحميد زكي انه بلطجي بيدرب يروح القسم يتعمله قضية يتحقق معاه يتحكم عليه بشهرين بسنتين بنيلتين بزفت وقتران بلطجي هل الاحكام دي يعني دي احكام وعلى فكرة فيه احكام منها مكتوب عليها غيابيا واحكام مكتوب خضوريا الغيابيا معناها ان هو اتحكم عليه من القاضي ما كانش موجود في القفص هل الشرطة ما كانتش عارفة تجيبه هذا البلطجي اللي اكتر من مرة تحبس الشرطة ما كانتش عارفة تجيبه اسناء نطق الحكم عليه ده الحج مصطفى يا ترى الداخلية حتى الان هتفضل مناكسة الرأس بحيث انها مش قادرة تجيب مريان وتخلي اسرتها تشوفها ولا عايز اعرف الحج حسين خيري ده يعتبر ايه في الدولة وزير الداخلية لما يكون عنده رئيس مباحث بالبلطجة دي وانا بقول بلطجة لانه بيقوله اي مكان عايز تشتكي فيه يوح تشتكي زي ما انت عايز اذا انت عارف ان انت لن تسأل لن تحاسب لن يتم اتهامك بالتواطق فيه اخفاء واحدة وا 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 كله طب عايز ايه عايز ان احنا نقول برافو يا رئيس مباحث اسم المرج برافو فعلا فعلا طيب الاسبوع اللي فات وريت حضراتكم الحج رجائع عطية انه اسيرة حواليه طبعا كلنا عارفين كلنا عارفين ان ده ما ينفعش يبقى نقيب المحامين بل ينفع كويس جدا يبقى فقيح ويشتغل شيخ في الازهر في الاوقاف في الجامع في اي حاجة لكن نقيب محامين نقابة اعرق اعرق نقابة في مصنة الحبيبة هي نقابة المحامين كانوا زمان الوزراء كلهم خارج حقوق كانوا زمان ولاد البشوات اول كلية يقول هدخلها يقول لك انا هدخل حقوق عشان يا اما بقى سفير يا اما بقى وزير يا اما يام يطرد الوقت نقابة المحامين بهذا الشرف طبعا لا لما يكون واحد زي ده هو اللي بيقود النقابة وهو النقيب بتاعها يبقى مليون في المية لانه مش متفرغ لمشاكل النقابة ولا مشاكل المحامين لكنه متفرغ فقط فقط انه يكتب مقالات عن المسيحي ويهاجم المسيحي طيب يا ترى من سلطة ساعتك او من وظيفة ساعتك انك تقارن الاديان او تتكلم على الاديان ولا تتكلم على المحامة وقوانينها والاحكام والمحامي ده اتسجن ليه المحامي ده تم الاعتداء عليه ليه يعني مشاكل المعاشات كل حاجة خاصة بالمحامين انت مين عشان تتكلم في المسيحية انت ايه وظيفتك وظيفتك نقيب المحامين ما لكمال الاديان هقولكم بس كده حبة جزء صغير جزء عينة من المقالات اللي الحج رجاء عطية بيكتبها امام الاديان طبعا كل اللي انا منقياها دي في شهرين الاخانين بس عن الاسلام والمسيحي فقط يعني فيه حاجات تانية لكن بصوا في شهرين اثنين تلاتاشر مقالة عن الاسلام والمسيحي امام الاديان بيتكلم عن الاسلام بيقول فيها يعني الاسلام لم يحرم الفن ولا الموسيقى ولا الغناء خلاص فهو امام الاديان كلها يعني هو اللي يأم كل الاديان هو اللي ينسخ كل الاديان واي كده بالمعنى ده فريدة التفكير والعلم والفن الجميل ينظر ان يخلو كتاب هو بيقول كده ينظر ان يخلو كتاب من اسلاميات الاستاذ العقاد من حيث من حديث عن العلم واهميته للإسلام يعني مش بيتكلم عن ثقافة مش بيتكلم عن مثلا العقاد بيقول ايه في كتبه او في مقالاته او اي حاجة لا عن الاسلام اتصاق العقل والمنطق في الاسلام العقل بين التفكير والجمود بالايات القرآنية التفكير فريدة اسلامية الانسان في القرآن الكريم الجبر الجبر يعني الاجبار الجبر والاختيار في المسيحية والاسلام بيقارن ما بين المسيحية والاسلام يعني مجبر ولا بتختار بنفسك مسألة الروح في القرآن العقيدة الإلهية في القرآن موقف الإسلام من الرق لا طبقية في الإسلام الحكومة في الإسلام وهكذا كتير كتير ده الحاج رجاء أعطيه تعالوا نشوف أول حاجة الخبر بتاع وريته لحضراتكم الخبر بتاع سحب الثقة من هذا النقاب حملة لسحب الثقة دي كانت بتاريخ خمسة ستة يعني من حوالي خمستاشر يوم حملة لسحب الثقة منه دي في 2020 عملوا اجتماع في النقابة وقرروا أن هم هيعملوا اجتماع لجنة لنقابة المحامين يوم 18 مارس يقرروا فيها سحب الثقة من النقاب وفعلا اجتمعت وقالوا بقى كلام كتير جدا مش حقراء كلام جميل جدا بما معناها أنه لا يصلح لقد بصوا الكلام لقد بات الخطر على المحامين والمحاما واقع مرير وأصبح الفشل في إدارة أمور نقابة المحامين هو العنوان الرئيسي منذ انتخاب النقيب الحالي الذي لم يلبي طموح شباب المحامين ولا المحامين المشتغلين وعكف النقيب ليعمل بكامل طاقته على هدم مشروع تنقية جداول المحامين بإعادة المزالين منه ولم يعني أي نظر أو يهتم يعني بأي نظر للملفات والأزمات الحقيقية المحامين والتي على رأسها ملف المعاش والعلاج المهم في كل اللجنة دي في النهاية قالوا أنهم لابد أن يسحبوا الثقة من هذا النقيب تعالوا أريكوا استمارات سحب الثقة استمارات سحب الثقة يركزوا بس في الشكل العام بتاعها عشان حورها لكم وببشرك يا حج رجائي إن شاء الله أبارك لك لما تفصل أو تسحب منك الثقة في النقابة الموقعين على هذا الطلب بسحب الثقة من السيد الأستاذ محمد رجائي عطية عبده وشهريته رجائي عطية نقيب المحامين طبعا وفقا للمادة كذا من قانون المحامية لائحة بسبب فشل النقيب في إدارة نقابة المحامين والإهمال والتقصير في رعاية شؤون المحامين والمشتغلين وإهدار أموال المحامين بإعادة قيد من صدر بحقهم قرارات زوال يعني الناس ترفضت وهو عمل لهم إعادة قيد وعدم تنفيذ القانون المحامية بشأن إنشاء أكاديمية المحامية وإهمال النظر في ملفي المعاش والعلاج وعدم الاستجابة لمطالب المحامين المهم المحامين برجاء التكرم أن أنت تمضي وتحط رقم القيد بتاعك كمحامي درجة القيد النقابة الفرعية فين حتة يعني وتوقع دي الاستمارة شفتوا شكلها تعالوا أواريكوا الاستمارة التانية بتاعة سحب الثقة عشان اللي مكتوب فيها دي بس مش طبعا مش يعني آه استمارة طلب سحب الثقة وعليها اللوجو بتاع المحامية فوق وتحته الإسم وكله استمارة سحب الثقة منه تعالوا أواريكوا بقى كام بصوا السوار اللي جاية أنا جايبها بصوا شايفين اللي بيوقع ده بصوا شايفين كام استمارة تحته نفس الاستمارة اللي أنا عرضتها لكم بصوا كام شخص طبعا دي عينة برضو عينة من المحامين كام شخص بيوقع على سحب الثقة من رجاء عطية ليه المحامين قاموا بهذه الحملة ضده لانه شايفينه ان الله يصلح انه يكون نقيب ويمثله ما هواش بني قدم واحد ما هواش فرد واحد ما هواش محامي واحد ما هياش نقابة فرعية واحدة ده في كل المحافظات والاستمارة دلوقتي بقت توزع في المحاكم لان كل محامي بيروح محكمة عايز تسحب الثقة من رجاء عطية اه طب خد يمضي واخدين بالكم ادي الاستمارة وادي الموقعين وادي كل محامي بيمضي انه مش عايز رجائي عطية ليه حاج رجائي انت المفوض مؤتما على رعاية شؤون المحامين هل حضرتك قاين بوجبك تجاههم طبعا لا هل حضرتك قمت او نفست الكلام اللي قلته ساعة الانتخابات طبعا لا بنليل ان المحامين لما شافوك ان انت غير صالح انك تمثلهم فكلهم قالوا لا لابد ان نسحب الثقة منه اهو محامين دول ولا مش محامين وكل واحد فرحان مفيش واحد فيهم بيجبر على انه يمضي ده هو مش عاجبه تصرفاتك مش عاجبه ان انت يعيني مش متفرغ ليهم لكن متفرغ بس بالهجوم على المسيحي فقط مش عاجبك المسيحي مقالات انا قرأت المقالات اللي هو كاتبها لو فنت كل مقالة فيها ده لازم يتحبس لازم يتسجن لابد ان يسجن رجائي عطيه انت مالك ايه التومال المسيحي انت مالك حد توجه لك كلام انتو ليه دايما حشرين مناخركم في المسيحية غيزاكم في ايه ده مش رجاء عطيه بس ولا فكن محمد عمارة الله يسامحه مطح مهار راح فكن شوشو قصد الشعراوي اللي قال الجزية وعرضتلك كل الكلام ده اكتر من سالم عبدالجليل وغيره العوة وغيره كم واحد كم واحد وبترجعوا تزعلوا لما حد يتكلم عنكم بترجعوا تقولوا دي بيهاجم ولا بتقولوا علي ان انا بمسك في الحاجات اللي في الاسلام ما هو رد فعل يا جماعة انتو ليه مش واخدين بالكم ان ده رد فعل تصرفاتكم يعني لو الحاج رجاء عطيه ده ما كانش كتب وقال عن المسيحية اي كلام من التخلف العقلي اللي هو بيكتبه ما كنتش هتكلم عنه ما كنتش هتكلم عنه خالص ولا هجيب سيرته ايه اللي بيخلي انه جيب سيرته البلاوي اللي هو بيعمله انت مش متفرغ لوزرته على فكرة اللي انت بتعمله ده اهدار للملعة المفروض ان انت تحاسب على كده اهدار للملعة لانك مش متفرغ للوظيفة اللي انت فيها انت متفرغ لكتابة حاجات بعيدة كل البعد عن الوظيفة يبقى اهدار ولا مش اهدار ما بترعيش شؤون المحامين ليه ما بتشوفش مشاكلهم ليه ما بتحاولش تنفذ الكلام والوعود اللي اثناء الانتخابات ليه انت نقيب ايه نقيب وزرط الاوقاف نقيب بالازهر ولا نقيب المحامين ما لك انت رحمتك يا رب كل مرة بقول اني مش عايز اتكلم على مجانس ولكن لفت نظري حاجة مهمة جدا اولا هالك شوفوا الحاج مجانس اللي خسارة فيه اسمه وشوفوا اللي هو عامله اللي في الصورة قدامكو ده واحدة كتبة كده هبة السقة دي بتقول ايه بنقلب في السوشيال ميديا فنلاقي لايف لأكبر ممثل بورنو وسيكس في العالم اسمه جوني سبينس ومتابعه اكبر داعية في الوطن العربي منور يا شيخ عبدالله رجدي اللهم ما قوي ايمانك يا شيخ انا مش مهمة هبة اي لايه لكن فعلا لقيت عبدالله رجدي اللي انا حط عليه الدايرة ده عبدالله رجدي اتمنى حواريكو حاجة لو مخرجنا قرب لنا الصورة ده الحج اللي هو بتاع بورنو ده اهي عبدالله رجدي كومنت كومنت يعني علق على الكلام بتاع اللايف الراجل ده كان عامل فيديو لايف بيتكلم وعتبر بيتكلم في ايه مش مهم لكن الحج عبدالله رجدي يروح لصفحة بتاع بورنو بتاع الراجل ده ليه يعني انا لو عايزة اهدي الناس اهو عبدالله رجدي وحاطت فيديو يوتيوب اللي انا حطه تحته ازق واحمر ده وفيه على الشمال تاني تحت هو نفس الفيديو انا قلت يمكن حططله بص بقى احمد حرقان فكين احمد حرقان ده لو الناس عارفاه بيقول لعبدالله رجدي منور يا اخ عبدالله وبيضحك منور يا اخ عبدالله الفيديو اللي هو حطه هنا وهنا عبدالله رجدي بيتكلم او يعني انا رحت له وعدت ابحس عنه هو طبعا مش مكتوب فيه ايه بس ادقوني عدت اكتب الحروف قلت يمكن بيدعول الاسلام فدي خطوة حلوة بس ايه اللي ودك لصفحة واحد زي ده يعني ده واحد المفروض ان انت ما تهوبش ناحية صفحته لكن وقت لل للصفحة بتاعة الحاجة عبدالله الفيديو ده بيتكلم عن ايه لقيته بيتكلم عن لو انا مثلا قابلت كاني قابلت مخرجنا في حتة في مول مثلا وكاني قابلته لما قابلته دار حوار بيني وبينه واحنا بنقول كذا وهو بيقول لي كذا وانا بقول له لا الحلقة اللي جاية ومش عارف ايه مع ان ده ما حصلش يعني ده اللي بيحكيه عبدالله رجي في الفيديو ده يعني حاجة اكون شفتها في الواقع وانا عمالة اتخيل ان الموقف اللي انا فيه ده حصل قبل كده والحوار اللي دار بيني وبين الشخص اللي بيتكلم عنه حيقول لي كذا وانا حقول له كذا وحيدور كذا يعني الكلام اللي حصل طب ايه علاقة الموضوع ده بانك تروح للراجل بتاع بورنو ده عشان تقول له الفيديو ده يعني ايه علاقة طوارد الخواطر ده او الفكر ده انك انت تروح له صفحته اللي بيتكلم فيه عن السيكس وانت تروح تقول له خد اتفرق على الفيديو ده يعني لو قلت لو انا لو انا كنت متخيلة ان الفيديو ده هيتكلمه على الاسلام على عظمة الاسلام على الرسول على مش عارفة ايه اي حاجة يدعوه ان هو يخرج من البلاوي اللي هو بيعملها وينقي نفسه ويروح الاسلام انا كنت متخيلة كده لكن لا ما لقيتش كده خالص لكن المصيبة اللي بفكر فيها انت ايه اللي ودك صفحته يعني انت مش رح تدعوه للاسلام انت ايه اللي ودك صفحته بدليل ان احماد حرقانه غيره غيره كلهم ايه لانك منور يا حاج وطبعاً وطبعاً تحت الفيديو ده انا دايماً بتعود اقرأ الكل اللي فيه كل التعليقات بيقولوله يا حاجة عبدالله رشدي الادمن بتاعك بيروح صفحات مش كويسة وبيحطوا الفيديو بتاعك ده هناك اذا الناس دي كمان اللي هي بتعلق كده بتروح الصفحات دي صح؟ الناس دي بتقوله الفيديو بتاعك ده محطوط في صفحات الرجل اللي مش كويس ده اذا الناس دي راحت هناك وشافت الفيديو بتاعك ده يا عبدالله هناك اللي انت حطو يبقى انت وهم بتروحوا هناك الله عليك الله عليك فضيحة فضيحة مبروك عليك يا حاجة عبدالله الف الف مبروك عليك اللي انت بتعمله ندخل بقى في الموضوع المهم جداً 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 طيب النهارده 17 قبل اي حاجة قبل ما ندخل في الموضوع المهم 17 يونيو ده ذكرى مسبحة الزاوية الحمر زي النهارده كده سنة 81 17 يونيو خدوا بالكم 81 ذكرى مسبحة الزاوية الحمر اللي الرئيس المؤمن وقف في خطاب من خطاباته واعتقد ان كل الناس جهلة كل الناس عبط كل الناس مش عارفة الحقيقة وقال لك ده شوية مية مش نظيفة وقعت من غسيل المسيحيين على غسيل الناس المسلمين وده السبب في ان حصل مشكلة او شجار بينهم الشجار المية اللي مش نظيفة تموت 81 قبط وتحرق كنيس وتتبح كاهن ده صوع الكلمة تتبح كاهن لانه رفض نطق الشهاتين لكن الحج الرئيس المؤمن والحج نبا واسماعيل ما يقولوش الحقيقة ما يقولوش ان انت فتحت لهم الباب على مصرعيه لهؤلاء الارهابيين وانت السبب من يوم ما توليت الحكم فتحت لهذه التعابين كل الابواب وكمل وراك الحج مبارك بس المهم ما تقربوش للكرسي كأن لقبط دول الفريسة اللي بتدوها للأسود عشان يكلوهم بس ما تقربش ناحية الكرسي اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه بس ما تجيش ناحية الكرسي ايه فاكرين فانا عايزة فكركم ايه اللي بيخلينا اقول كده ان النهار ده ذكرى مسبحة الزاوية الحم لان اللي احنا بنعاني منه من السبعينات خدوا 30 سنة لغاية 2000 ودلوقتي 20 سنة يعني 50 سنة بنعاني من الدم والحرق والقتل والدبح والاجبار على الاسلام والخطف والاغتصاب وكل كل كل اللي حطوه جميع الجرائم اللي تتخيلوها حصلت في 50 سنة من اللي بيدفع التمن اللقباط من المفتري والارهابي المسلمين حد عنده منقشة في حاجة من دول يقولي لأ اللي انت بتقوليه غلط لأ طيب على فكرة ابونا اللي اتدبح اسمه ماكسيموس جيرجس اجبروه على نطق الشهتين ولما رفض اتدبح خلاص ماشي 50 سنة لكن النهارده بالذات انتوا عملتوا او الرئيس المؤمن ده عمل من هؤلاء الارهابيين اصنام تعبد من ضمنهم صاحب الجمال كله اللي فعلا انا بجد انا بجد بجد فرحانة جدا النهارده من اللي عملوا الحج حسين يا عقوب فرحانة جدا ودايما بقولكو كل ما يفعل يفعل للخير اذا ما كانش ثبت والعالم كله مش مصنة الحبيبة بس شافت هذا البني ادم الكذاب وبدوس عليها المنافق الشيطان كل حاجة تقولوها عنه ينفع حسين يا عقوب في حلقة عشرين خمسة الخبر عشر خمسة لكن في حلقة عشرين خمسة انا جبتلكو الخبر ده انا جايبها عشان افكركم الخبر بيقول ان الحج حسين يعقوب والحج محمد حسان تم استدعاهم في المحكمة تم استدعاهم في المحكمة عشان يدلوا بشهادتهم في خلية مبابة والحلوين والحلوين الحلوين ما مجوش المحكمة فاتحكم عليهم كل واحد بغرامة الف جني اجمل ما في الموضوع ان المستشار الشربيني اصدر قرار ادي باية الخبر اوه اصدر قرار بي استدعاء حسين يعقوب محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وإن وإذا ما جوش يتم ضبطه احضار إذا ما جيتوش حيتم ضبطه احضار يا قد ايه ان دي تعتبر اول لطشة قلم لهؤلاء تجار الدين اول لطشة قلم نرجع لي الموضوع بقى الاصلي اولا انا عايز اشكر جدا جدا كل مخترع كافر طبعا هما بيقولوا علينا كافر كل مخترع اخترع الانترنت اخترع الميكريفون اخترع الشاشات اللي احنا بنشوفها اخترع التلفزيون كل حاجة سهلت لنا نشوف هذه المهزلة اللي حصلت من حسين يعقوب لو لاش اخترعات الكفرة دي ما كناش شفنا هذه المهزلة بجد لو كان الاخترعات دي ما كناش عرفنا يعقوب على انك اولا اصريت ان هما يجوا ثانيا الحوار اللي بين حاضتك وبينه بس هو كان محتاج حاضتك واضح انك طيب طيب لانك كنت محتاج ان انت تكون اعنف شوية في ردودك عليه لانه هو بيعتبر بيتاجر بالكلام ودول تجار تجار دي حلو جدا يعرفوا ينتقوا الكلمات بس الكفاية جدا ليكم ان سقط القناع عنكم وبقيته كدبين 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 واخر حاجة واول حاجة تسعدني هي ان كل الناس الغلابة عرفتكم على حياتكم كل الناس اللي كانت ماشية وراكم عرفتكم انكم ايه دي حقيقة بجد يعني لما لما تلاقوا الناس اللي كانت بتقول قال الله وقال الرسول وتبسم بالعشرة ورا كلام يعقوب وحسان والحويني ومصطفى العدوي اللي يبسم بالعشرة عليه كده دلوقتي فعلا فهموا انكم كدابين لان حسبتلكوا دلوقتي اللي كنت بتقولوا ايه واللي قلتوا في المحكمة ايه تناقض رهيب عشان دي حلقة للتاريخ بالنسبالي ليه لان حسبت يا حسين يا يعقوب ويا مصطفى العدوي ويا محمد حسان ويا حويني ان انتوا فعلا تستحقوا الاعدام لان بيكم معروف القانون معروف ان القاتل والمحرد اللي اتنين تقريبا بياخدوا تقريبا بياخدوا نفس الحكم يعني لو واحد حرد على القاتل وواحد هو اللي قتل اللي اتنين تقريبا بيتساوف الحكم طيب الاربع الحلوين اللي بنقول اسميهم دول حسين يعوب مصطفى العدوي ده الحج انا الرجل مصطفى العدوي ده خلينا في صورة صورة فعلا قمة التقوى شايفين قمة التقوى جدل مصري بسبب شهادة الدعاية محمد حسين ده مش جدل ده كشف السطار او كشف المصطور عنكم يا تجار الدين ده ما يعتبرش جدل ده فرحة المفروض ان كل مصري فعلا فرحان بسقوط القناع عن هؤلاء المجرمين هم فعلا مجرمين سقوط القناع عنهم فعلا المفروض ان انتو تبقوا فرحانين فعلا كل ما يفعل يفعل القير تعالوا نشوف الصورة التانية البعد دي ده طبعا الحج الحويني الحج الحويني يفكرينه اللي هو قال في فيديو وعرض كل الحاجات دي انا متخصصة الحاجات دي لما قال ان احنا نغزو اوروبا ونجيب السبايا الستات والبنات بتوع اوروبا ونبيعهم عشان البكر والصغيرة ما بين 12 و 15 سنة ده تخصص تخصص واحد ساحبنا يحب قوي وهي كانت المدللة عنده مش كده برضو نفس الحكاية حسين يعقوب ما يتجوز صغير واحدة صغيرة وبكر يا ترى الكام واحدة هو 22 ولا 30 ولا كام وطيفر مش مهم كام هم اللي جابوا اجلك الارض وخليوك تدخل المحكمة على فكه هو مش داخل المحكمة او يعني هو مش واصل لاني قريت انه برا المحكمة ما كانش جاي بكرسي متحرك ده هو طلب منهم كرسي متحرك من برا المحكمة يدخل بالمحكمة فيعني الصغيرين الحلوين دول جابوا اجلك الارض وبرده معروف طبعا الكتب حلال شرعا فيه ثلاث مواقف ودول موقف منه فاي واحد من رواد هذا الشيطان اكيد مقدر الموقف اللي هو تحط فيه وعشان كده هيحلله الكتب اللي هو قاله طيب ده شفنا الاول الحواني مصطفى العدوي فيه مصطفى العدوي فيه صورة اللي هي بطوله شايفين اللبس خدوا بالكم لأنا عايزة الصورة الكبيرة بقى ايوا دي اللبس ده مصري يا حج مصطفى اللبس ده مصري طبعا ما يشرفناش ان اللبس اللي مش مصري يبقى في مصر فبما انك انت عايز اللبس السعودي الجربي قصدي بتاع الجزيرة الجربي دي روح عيش معاهم انت ليه عايش في مصر انت ليه قاعد في مصر بازاي ده ده مش لبسنا ومش زي نا بتفتخ ان انت لبس اللبس ده كلهم على فكرة يعني حتلاقوا مصطفى العدوي لما انت عاجبك لبسهم اولا ده مش لبس الرسول عشان تقول ان ده اقتيادا بالرسول لا مش لبسه فانت مقتاد بأهل الجزيرة طيب مطرح اندوموا تريحنا وتنظف مصر وانطهر مصر من اشكالكم يا كذبين ما تبعد من مصر خليها تنظف من اشكالكم بجد يعني الواحد ارف منكم ارف من اللي بتعملو في مصر طيب حساني عقوب انا زعلت من سيادة المستشار الشربيني تعالوا نشوف بقى السوية اللي بعدها الاول انا عايز افكركم بس اشكرك جدا سيادة المستشار سعيد الشربيني اسمه الشربيني المهم سيادة المستشار كان كريم جدا مع حساني عقوب كان كريم جدا معاه العنوان اللي انا واقفة عنده في سيادة المستشار الشيخ محمد حساني عقوب قال انه لا يعرف تنظيم داعش لا يعرف ياه ده العالم كله ده الكفار ده البوزيني يعرفوا يعني ايه تنظيم داعش وانت يا مسلم يا مؤمن مش عارف تنظيم داعش ما تعرفهمش ما تعرفهمش بالمناسبة الصورة دي كان بيكلم كاتب المحكمة اللي هو بيكتب اقوال حساني عقوب وكاتب المحكمة في الفيديوهات ويمكن يكون في الفيديوهات لانشوفها دلوقتي بيقوله انا كتبت كذا 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 وبيقوله بيقوله بسرعة شوية عشان خاطر ناخد كل الاقوال لما جوم ياخدوا الاوراق دي عشان يمضوا حساني عقوب عليها بيقوله امضي قاله انا لازم اقرأ كل ده لازم اقرأه عشان امضي قاله انت كده بتوهين المحكمة لانك مش واثق في الكلام اللي تكتب ما معناها يعني ان المحكمة بتزور الكلام وبتمضيك على كلام اخر قاله لا 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 ويحماضي فهينا في الصورة دي كان بيكلم كاتب المحكمة وبيقوله اقرأ له اللي هو قاله وفعلا اقرأ له انت قلت كذا 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 وقرأ له كل اللي كتب نشوفه الصورة اللي بعدها اسم محمد سعيد شربيني ده الحج حساني عقوبة هو اللي في السهم اللي علمين والسهم اللي على الشمال ده الحج محمد حسان دي منصة النهضة وطبعا شايفين صورة الشيخ مرسى اللي يرحمه على اليمين في المربع وشايفين الميكروفونات اللي كانت متعلقة على المنصة وشايفين الحلوين اللي عملين يهللوا الوقفين تحت لكن حساني عقوب ومحمد حسان كانوا فوق منصة النعضة وكانوا بينادوا بالشرعية عشان اسبتلكوا ان هو كذاب بعد شوية كل حاجة بالدليل كله بالدليل طيب على فكة الحويني اسمه حجازي شريف محدش يفتكن اسمه الحويني اسمه حجازي لكن اسمه الشهرة الحويني اللي بعدها فيديو بقى اسمعوه لما الشيخ مرسي فاز ونجح طبعا بالتزوير هو ما بيقولش طبعا بس قلبه كان منشرح كان قلبه بيتمطط من الفرحة اللي هو بيقول في المحكمة انا ماليش دعا بالسياسة ومعارش عاجل السياسة طب انت الرئيس هو بيحكم او لما فاز كان هيحكم قبيلة كوريش ولا هيحكم دولة دولة ودولة يعني سياسة مش قبيلة اذا سياسة وانت في الفيديو ده فرحتك وقلبك اللي هيطلطط من الفرحة ان جالنا رئيس مسلم طب الحج حسلم بورك كان ايه والحج الرئيس المؤمن كان ايه كان من كفار كوريش ولا كان مسلم هو فرحان ان اول رئيس مسلم طب اللي قابله كانوا ايه نسمع الفيديو مبروك عليكم مرسي الحمد لله رب العامين حقيقة ايه اخوة مبروك علينا كلنا مبروك على مصر مبروك على المسلمين مبروك على محب الدين مبروك احنا انا فرحان فرحان عارفين انا يعني فعلا كنت ابكي او قلبي ارتعش رعشة شديدة جدا لما سمعته في الخضة اللي قالها وهو بيقرأ قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه لقد قلت بقى رئيس مصر بيقول واتقوا يوما ده ايه اللي احنا فيه ده ايه يا جماعة ده احنا ده احنا كده عدينا بقى ده ايه ده الله هو اكبر بس ربنا يحافظ لنا عن نعمة دي هو ده الخطر بقى ان احنا برضو ما زالت العملية ما تطمنش قوي يعني فاتبالك ازاي انها تطمن ان شاء الله خلاص عمه بالفتوحة قال لي تطمن هتطمن فانا عايز اقول ايه بس خلي بالكم ان في 25 يناير ربنا اكرمنا وعد بينا مرحلة ما كناش نحلم بيها صح ولا لا يعني ما خلنا ناس زي ليبيا ولا خلنا زي اليمن ولا خلنا زي رو الحمد لله بس الناس ما شكرواش ربنا الناس انشغلوا والكلام بقى عن الشباب والثورة والاحزاب والانتخابات ومجل الشباب واللي جارة واللي كان لما انشغلوا عن الله احنا عسنا اسهر رهيبة ان من خوفك ان يرجع تاني واحد من اللهم كفينا شر الظلم والطغيان اللهم كفينا شر الازى اللهم احمي بلادنا فكنا خايفين يعني فروع بالاسبوعين اللي هم بتوعي الاعادة وانك انت شايف ده بيقولك اه مولان وليه لا يعني وخبرة لان انت عايز حسن مبارك يرجع تاني يقولي اه ده لي انا شخصيا واحد بيجري وراي بالعربية وانا كنت مسابر في طريق كده واستنى عايز اسلم عليك معاي الايال عايز اسلمه عليك فلقيتم علاق صورة فل فولتون انت هتنتغي في فلندا قال لي اه قال لا جابني انت عايز يرجع الظلم تاني والاذى تاني واليرجع انت نشك تاني اللهم لا تعد ايام الظلم والطريان اللهم ادم علينا نعمة الاسلام وادم علينا نعمة الامن والامان والهداية والرغبة في الهداية يا رب العالمين الشاهد ايه بقول لما الناس ما شكروش عشنا الالأ ده انتو ما تعرفوش او ما ظنش انك عشتوا زينا حرقة الاعصاب لما تشوف ان برضو كون انه ياخد اتنشر مليون ده كلام يخوف صح ولا لا يخوفنا ازاي نزيك الله بتقول اه ازاي ازاي يعني ايه فالشاهد ايه ان لو ما شكرناش النعمة دي ممكن اه ممكن تسلب مننا او ممكن يرجع الخطر تاني فعايزين نشكر هذه النعمة ان احنا نبطل خلافات ده بطل نقول بقى اخوان ومش اخوان خلاص رئيس مسلم اهو عايزي تاني بيقول قرآن بيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رزو الله بيصلي عامل مشكلة عشان بيزن يصلي الفجر الوحد وقال له لا اه لازم نخرج معك الى اخره انا شايف ان هو رجل يعني احسابه طيب في شخصه وانا قلت لكم انا عادت معاه والشراتنا عليه كل اللي تحلموا به فالشاهد ايه عايزين الفترة دي ان نبطل نختلف عايزين نبدأ فعلا الدعاء قال لو ان لي دعوة صالحة لادخرتها للحاكم فان الله يصلح به كثيرا فازيني جئيل واسأل الله ان يوفقهم وانا بعدت له ارسالة من جملتين اسأل الله ان لا يوفقك الا لما يحبه ويرضاه ولا يعينك الا على ما يرضيه عنك فنسأل الله عز جل ان يوفقه لما يحبه ويرضاه وان يعينه لما يرضيه عنه وان يجعل على يديه الخير وان يجعله فاتحة خير وان يسدد به قوله وان يوفق به وينصر به الحق واهله وان يكفيه شر البطانة السيئة اللهم اجمع حوله الصالحين وابعد عنه الفاسدين والمفسدين على فكرة دايما اللي يفسد الراجل ايه اه اللي حواليه اللي حواليه فنسأل الله ان يجمع حوله الصالحين وان يحببهم اليه وان ينصر به الحق سؤال واحد في الكلام الجميل اللي قاله لحق ده هو قاعد فين؟ في جامع الناس اللي قدامه دي اه الجامع ده المفروض انه ليه شيخ متعين من وزاة الأواف صح؟ المفروض ما فيش جامع يكون ليه شيخ بعيدا عن وزاة الأواف يعني كل جامع ليه شيخ مين سمح لهذا الشيطان انه يعتلي المنبر او يقعد يوعز الناس كده الشيخ بتاع الجامع فين؟ يا ترى هو بالإجبار ازاح زي برهامي ما عمل قبل كده كتير خالد شكرك جدا شايفين الناس دي؟ وديه في مرة وهو بيقول انه هو من السبعينات وهو بيقول الخطب في الجوامع من السبعينات طب السبعينات هنقول هي من رئيس المؤمن وهو اللي فتح له الباب زي التعابين ترعى وتلدغ اللقباط طبعا هو الرئيس المؤمن كان هدفه لدغ اللقباط الناس اللي قاعدة دي وبتسمع دول ما تحولوش زي المتهمين بتوع خلية داعش مبابا المشكلة كلها في القضية بتاعت حسين يعقوب انه هو وحسان والحويني ومصطفى العدو ان المتهمين بتوع خلية خلية داعش في مبابا تم القبض عليهم وقلت لحضراتكم الكلام ده فيش عشرين خمس تم القبض عليهم ولما تم التحقيق معاهم قالوا في الاعترافات ان احنا بقينا كده من خطب الاربع اللي قلتلكوا عليهم دول يعقوب حسان محمد حسان الحويني مصطفى العدو الاربع صور اللي انا وردتهم لكم دول يعني اذا دول هم المدرسة وهم الجامعة اللي خرجت ده وعش قلتلكوا من شوية القاتل والمحرد اللي اتنين بياخدوا نفس العقوبة تقريبا في القانون طب دول هم المحردين وبتوع داعش دول هم القتلة انتوا حبسين بتوع داعش وسايبين دول احرار ليه ما هم دول اللي حولوهم زي ما قلتلكوا قبل كده في موضوع حبارة محمد حبارة قال ان انا اتعلمت على خطب محمد حسان اذا محمد حسان هنا مشترك في دواعش وفي حبارة ومع ذلك خر طليق يوعظ ويقول خطب ويعتل المنابر ويطلع على شاشات تلفزيون وفضائيات ومش عارف ايه يخرج لنا دواعش الدولة فين من ده هي وزارة الاوقاف ما كانتش عارفة ان يعقوب وحسان وغيرهم وغيرهم بيعتلوا المنابر في الجوامع سيبينهم ليه سمحولهم على فكرة برهامي كان كده ولما الدنيا قامت وقعدت وانا صرخت مليون صرخة انتوا ليه مخليين برهامي يعتل المنابر بالرغم انه هو ما معهوش تصريح من وزارة الاوقاف ابتدوا يحجموه ويخلوه ما يطلعش الممبر الا بتصريح ويقولوله هتتكلم في ايه وفي اوقات كتيرة جدا كانوا بيمنع عنه التصريح طب ده من السبعينات هو وحسان وغيره وغيره سيبينهم ليه انتوا راضين عن تفريخ الارهابيين لمصر وللعالم كله على فكرة مش لمصر بس لكن اللي انتوا قبضتوا عليهم انا بالنسبة لي بالرغم انهم ارتكبوا جرائم داعش لكنهم ابرياء المتهم الحقيقي هو ده وغيره وغيره مش لاربع بس برهامي منهم وكتير كتير هم دول المفرخة الارهاب طب انتوا بتحكموا اللي في السجن وصيبين الاحرار طلاقاء يزودوا في تخرج ارهابين ليه هي مصر نقصة انتوا كنتوا فين بقى وزارت لقواقفوا الدولة كنتوا فين كنتوا فين وانتوا شايفينهم هم عملين يخرجولنا ارهابين كنتوا فين وهم واقفين على المنابر يحردوا ويقولوا ويعيدوا كنتوا فين مش قلتلكوا دايما انتوا رد فعل مش فعل يعني انتوا سايبينهم يوعاظوا في الناس ويعرفوهم الجهاد ايه والقتل ايه والدبح ازاي وليه مش عارف ايه وايه وبعدين في الاخر لما يجهدوا ويقتلوا يتقبض على القتل وما تدورش على حردوا على القتل ليه ده فيديو الحج حسين اللي خدوا بالكم هو بيتكلم عن مرسي وزي ما قلتلكم مرسي كان حكم مصر ونشكر ربنا نشكر ربنا ربنا سمح له بالسنة عشان يكشف الخوانة المجرمين قلت الكلام ده من يوم مرة تعالوا اسمعوا الحج محمد حسان وهو بيقول تحريد علني علني عشان تعرفوا بس الارهاب جاي من اين احنا باشارة واحدة مننا نخرج ملايين للميادين اسمعوا بالقوة فيجوز بفضل الله تبارك وتعالى ان نخرج الى الميادين الملايين الملايين من شبابنا وابنائنا واولادنا وشبابنا ينتظرون كلمة واحدة من عالم من علمائهم وشيخ من شيخهم وداعية من دعاتهم ليخرجوا جميعا اذا كان الامر كذلك اذا كان الامر كذلك اذا كان البعض يتصور ان استعراض العضلات في الشارع لتحطيم العظام ولتكسير العظام هو الحل الامثل لالزام الرئيس او لالزام البلد بسياسة معينة رغم ان في الاغلبية فهذا امر لن يقبل على الاطلاق وسيدخل بلدنا في نفق مظلم نريد نستطيع بفضل الله على ان نخرج ملايين الشباب ولا ابالغ ان قلت عشرات الملايين لا ابالغ ان قلت عشرات الملايين يا اخي ان كنت تعارض الرئيس فعلى العين والرأس فهناك من يؤيده اذا كنت تختلف مع قرار الرئيس فهناك من يؤيده وقد ايد الرئيس في قراراته او لأكون دقيقا فيه معظم قرارات الاعلان الدستوري وبنوده وقراراته كثير من اهل العلم وكثير من اهل الفضل ممن لا يريدون شمعة ولا مكانة بل يريدون وجه الله ثم يريدون مصلحة الوطن ثم يريدون انطلاقة جديدة لبناء نص جمعية من الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح بما فيها من علماء اجلاء مجلس الشورى بما فيه من علماء اجلاء الدعوة السلفية بما فيها من علماء اجلاء الجمعية الجماعة الاسلامية بما فيها من علماء اجلاء وغير هؤلاء وغير هؤلاء دول مين حسن ويعوب وغير وغير وبرخام وغير وغير دول مين دعوة السلفية الدعوة السلفية هي داعش بدون سلاح قلت قبل كده داعش بدون سلاح هدفها كله الدين الخون المجرمين هدفهم الكرسي مع الدين بس الأولوية عندهم الكرسي الدولة السلفية والسلفيين هدفهم الدين يطبعوا الشريعة الإسلامية مهما كان التمن هدفهم الإسلام فقط لا غير أن الدولة تتحول إلى دولة دينية مهما كان التمن بدليل أنه يقول بإشارة واحدة أخرج ملايين للمدين الملايين اللي هيخرجوا للمدين دول هيجبروا المصريين على اللي هم عايزينه اللي هو إيه الدستور يكون فيه الشريعة الإسلامية وهكذا 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 الحاجات الإسلامية اللي تحول الدولة من دولة مدينية يقضوا بقى في كل تعديلات الدستور اللي كان بيتكلم عنها الحاجة حسان وهكذا حاجات كتيرة جدا هم يقدروا يعملوها لو خرج الملايين طبعا مفيش واحدة تخرج من غير طرحة من غير حجاب مفيش واحدة تمشي مع واحد من غير ما يكون جوزها أو أخوها أو أبوها ومش عارف إيه وندخل بقى في الأمر بالمنكر ونهيع المعروف لا هو ده الحص عشان كده ربنا سمح بقول ربنا سمح بسنة إنهم يعتلوا كرسي أم الدنيا عشان يسقط النقاب عنهم ويكشف المصدور عن نواياهم الإرهابية طيب إيه اللي بعدها؟ شوفوا بقى يعني من بداية هنا الكتب الكتب اللي أنا فرحانة بيه جدا إن يعقوب سقط القناع عنه وأهم ما في الموضوع إن هؤلاء المجرمين أتبعهم على فكرة أنا أريد تعليقات كتيرة جدا جدا ابتدت الكلمات والتعليقات تتغير خالص وتكشف عنهم إنهم تجاردين وإنهم ما كانوش يعني ما كانوش متخيلين إنه هو يبقى بالشكل ده إنه كداب ليه المفروض إنه هو يدفع عن الإسلام المفروض إنه هو كده شوه سمعة الإسلام وحاجات كتيرة قوي من القبيل ده إنه هو يعيني يا حرام بيشوه الإسلام إنه هو طلع مش صادق وأمين في أداءه للكلمات شوفوا الفيديو بتاع أنا بتاع صلى الله عليه وسلم أنا مش بتاع حاجة غير كده وبيقولك أنا دربت الرقم القياسي في كلمة صلى الله عليه صلى النبي صلى النبي صلى النبي في بداية الكلام وفي نهاية الكلام فهو ضرب الرقم القياسي في كلمة صلى النبي هو بتاع صلى النبي نشوف الفيديو أنا لا أنتسف إلى العزب ولا الجماعة ولا مسارة لا متكلم في الدين في الدين أنا هذا فكري أنا أنا أحب كلام الله وكلام رسولي صلى الله عليه وسلم وأنت بأمور والسلفين السلفين يعني قد يكون متحزن قد يكون يعني يعمل لذلك عمل الأوسف كون متشدد لا لا أنا لا أقول أنا لا أتكلم أنا أقول أن هؤلاء الأوسف من هدهم وفكرهم أما أنا فداعيات إلى العبادة إلى عبادة الله أنا مسلم ومن أحسن قولاً من من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين يعني أبداً كذلك لابدش من المتزمين معهم ماش يقول لهم طارق المتزمين بقوا مبتدئين أعوان مبتدئين في الاتزام يعني كله في نظرك أول تنزل تنزل المستوى الحصابة أنا ننزل المستوى كذلك عشان يتمن بس صحيحة بس صحيحة قادي أن دعا من المتازل نهاية هل برميبه الصرف تلك الخطر والدعمة على الناس باللجابة أو بالسلام ما النصوف باللجاب والسلام يعني أفردكم في حياتكم أكيد ولفتلكم انتهتوا نادي تاني ما يقول لك يا عدرتك أنا ما جرتش سيرة النهج تاني يعني عدرتك أنا اللي ما بتكلم بتكلم عن العبادة بقول لناس صاروا أنا أكتر واحد في العالم إن شاء الله قال لناس صاروا على النبي صاروا على رسول الله صاروا الله عزيزي أنا بتاع صلى على النبي لكن أنت مش شيخ؟ لا 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 أنت مش فقيه؟ لا 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 أنا مسلم عادي أنا بتاع صلى على النبي أما اللي كنت قاعدة على المنبر دلوقتي بتعمل إيه حج؟ يعني الناس اللي كانت قاعدة قدامك على الأرض ده وإنت قاعدة على الكرسي وعملت أنا فرحان ومش عافية أنت كنت في الجامع على الكرسي بتوعز أو بتقول خطبة لمين؟ هل أي واحد يقدر يقعد القاعدة دي إلا إذا كان مسموح له إن هو يقول خطبة؟ يبقى إذا أنت ما أنتش إنسان عادي وما أنتش زي ما أنت بتقول أنا إنسان بسيط مسلم عادي أنت مش سلفي؟ لا أنت مش سلفي هو بيقول أنا مش سلفي وكمان في وسط الكلام قال أنا حنبالي حاجة يعني تنصل من السلفية والدعى أنه هو من الحنابلة والحنابلة دول يعني لو أنتوا فاكرين إحنا دايما في مصر كده نقول يا عم ده أنت حنبالي قوي بطل بقى تبقى حنبالي كده حنبالي اللي هو المتعصب جداً اللي بيدقى في كل حاجة علشان كده الحاجة حسين يعقوب في كل نواحي الحياة هتلاقوله فيديوهات في كل نواحي الحياة وما تنسوش إن حسين يعقوب اللي عرضتولك قبل كده اللي ليه فيديو عرضته في حلقة من الحلقات اللي بيقول للمنقبة اوعي تخرجي بشنطة حمرة اوعي يكون شرابك الباج باين يبقى أنت كده بتدعو الناس للتحرش بيك ده ايه؟ ده دين؟ ولا ده فن؟ ده اسمه ايه؟ في كل حاجة اتكلم يبقى أنت إنسان مسلم عادي؟ لا طبعاً طيب نشوف الفيديو اللي بعده هو بيقول أنا مش سلفي وده اللي بقى يعني أعتقد أعتقد وأنا متخيلة كده إن كل الدعوة السلفية اجتمعت بعد المحاكمة دي أو بعد اللقاء في المحكمة دي لحسين يعقوب وعملوا جلسة وعملوا اجتماع نقشوا فيه كل اللي هو قاله ويطرى بقى أنتو بررتوله اللي هو عمله أنا عارفة وقلت قبل كده إن الكدب حلال في ثلاث مواقف بررتوله إن هو كدب بناء على إيه؟ هل هو مش أقسم اليمين وقال أقسم بالله العظيم إن أقول الحق؟ طب القسم اللي هو قاله مش أي حاجة يقولها كدب كدب ده تعتبر شهادة زوج بناء على القسم؟ هو جاي شاهد شاهد لقضية والشاهد لما يقول كلام كدب يقع تحت طائلة القانون إن هو شاهد زور وأعتقد الشاهد زور ثلاث سنين سجل لو أنا فاكرا أعتقد ليه؟ يا سيادة المستشار الشربيني ليه؟ وبالمناسبة أتمنى إن نلاقي مثلاً خمسين محامي من المحامين الشرفاء يروحوا يقدموا فيه على فكرة ناس قدموا يروحوا يقدموا بلغات للنائب العام ضد هذا الشيطان وبكل كلمة قالها في المحكمة تقدم إليه الدليل على إنه كدب وإنه شاهد زور وإنه هو محرد على تفجير الدولة وعلى القتل والدبح وهو في داعش اللي هو طلع من تحت إيده المقبوض عليهم في خلاية داعش مبابا يا ترى فيه محامين شرفاء حيقوموا فعلاً بنفس البلغات دي يا ترى أنتوا ما تهزتوش ولا هتخافوا ولا هتقولوا لا 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 معلش ما نقدرش نعمل كده ولا هتطبطبوا عليه ولا هتلتمسوا له العذر ولا إيه بالزبط انتوا شايفين اللي هو عمله ده إزاي وبالأهم على فكرة هو معروف وإنت مغمض عينيكو كده إنه هو سلفي الفيديو اللي حيقول دلوقتي إنه هو مش سلفي لا هو كذاب يا كذاب يا حج يا عقوب انت كذاب لكن هو السلفي وبما إن هو سلفي إذن يتبع السلفيين أو حزب الظلمة يا ترى الدولة حتى الآن هتفضل تطبطب على الأحزاب الدينية الحزب الديني اللي قائم على الأحزاب الدينية زي حزب الظلمة وفي كتير لسه لغاية دلوقتي لسه لغاية دلوقتي الدولة سيباهم يرعوا فسادا في الدولة الدستور بيقول ما فيش أحزاب دينية ومع ذلك هؤلاء الكدبين الشياطين ما زالوا بيحملوا حزب في الدولة اسمه حزب الظلمة الدولة سايبة الحزب لغاية دلوقتي أو الأحزاب الدينية ليه؟ ليه؟ وأثبتنا بالدليل أن سوزان سامير ومش عارفة مين الفلان جون ومش عارفة إيه وإيه اللي كذا واحد حاولوا يجتذبوهم لحزب الظلمة عشان يثبتوا أنه هو حزب مدني مش حزب ديني وبعد ما خلص الموضوع رموهم بره يبا إذن هما حزب ديني بدليل أن كل الانتخابات اللي بترشح في المجالس وفي مجلس الشعب ومجلس شورى ومش عارف إيه لما واحدة بترشح نفسها ما بيحطوه صورتها عيب دي عورة إزاي تحط صورتك ده بيحط وردة بدلها أو بيحط صورت جوزها فاكرين؟ بزمتكو دي مش مهزلة ولسه مزال الحزب قائم طيب تعالوا نشوف الفيديو اللي بعده بتاع الحج اللي بيقول أنا مش سلفي نشوف الفيديو أنا أعلم صالحا وأفعه إلى الله وأقول أنا من المسلمين من المسلمين يعني لست أفضل حد ولا أعلم حد ولا أفضل حد أنا زي زي يعني لا ينسب إليك أنك سلفي معنى كلام حضرتك أنت مستن قبل أن تكون أي شيء أنا سلفي هو يقول لكن أنا ما بقولش إن أنا سلفي طب إيه أنت داخلك إيه؟ سلفي سلفي اللي يقول إن أنا سلفي يقول بس أنا ما أقولش على نفس إن أنا سلفي طب إنت داخلك إيه؟ آه سلفي يعني إيه واحد يقول وأنا داخلي سلفي بس أنا من سلفي يعني النادية بتقول عليك أنت سلفي النادية تقول هي حر طب إنت داخلك إيه؟ سلفي طب ما يبقى أنت سلفي مدام داخلك كذب وتلوين ولوع في الكلام وقلب الحقائق عشان خاطر يبين الكذب واضح طبعا تعالوا نشوف اللي بعده وهو بيقول إيه بقى؟ يعقوب بيقول قمة المهزلة لما يقول على سيد قطب إنه أديب وشاعر وبما إنه قال على أديب وشاعر يا سماعود الواتي بيقول على سيد قطب إنه هو أديب وشاعر يا ريت حضرتك يا كدابة فندي ياشطان تقول لنا دواوين الشعر لسيد قطب إيه هي؟ تقول لنا القصص والروايات على الكاتب الأديب سيد قطب إيه هي؟ تقول لنا أي عمل آدبي أو يعني كتاب أي حاجة أي حاجة عملها سيد قطب أثبتت إنه هو أديب وشاعر ما هوش زعيم الإرهابيين مثلا ما هوش اللي عامل كتاب اسمه طريق المعالم في الطريق طبعا اللي هو كتاب أصلا دستور الإرهابيين وكلام زلال في القرآن اللي المفروض زلال في القرآن ده على فكرة معمول تلاتين جزء مش تلاتين نسخ مش تلاتين طبعة تكررت لا تلاتين جزء ومعنى إنه يتعامل تلاتين جزء يا كداب معناها إنه هو أرى وفقيه جدا في الإسلام لأن كل جزء يخلصه ويعمل الجزء اللي بعده لازم يقرأ في الإسلام ويقرأ في القرآن والسنة والأحاديث عشان يعمل إنه جزء الجديد يبس إزاي هو مش يعني ما هوش غير إنه هو أديب وشاعر تعالوا نسمع الفيديو مرأي في الرؤية والأدنينية بتاعي سيد طبعا عن الشريعة الإسلام سؤال عنه ولك ألبي جيدة بمجن سيد طبعا لأنه قصة 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 من الأصل قدّيب قديب الله certificate متشغل ثم سافر الامري calmly وليم الامريكا وعن له أن يلتصب بالدين لكن في ناس اليفين يلتصب بالدين أو يدخل الدين هو معجب تعالي معجب بالدرnight بيدخل من الدينleme من الباب اللي هو عيديان حرارتك لبا تقولي معه الشباب بيتطرق في نشكته كده تضطوط الظروف المعيشية هي اللي ودته كده فسا يدخل لما التزم دخل من سكة القلب قرى عن التصوير الفني في القرآن وهو بيقول مثلا في آيات القرآن وهذه الآية رشيقة يعني ما هو لي طريقته فتلقفوا بعض الإحران المسلمين محتى لما يعني أكثر حياتهم بعد ما التزم كان في السكر لا شف علماء ولا أرى كتب ولا إذن فعلا كله بدونه يعني إن شاي شط تب في القصر أديد أديد شايف شاي شط لم يتفق في قلوم الدين لا هو لم يفرق ولم يتعلق لا он لم ينعلم على آياتي سايخ لم يتعلق على آياتي سايخ هو ηتعلم على آياتي سايخ منهو السيق منوش شيخ لم يفرق في الكتاب والسنة لا هو قرأ بس قرأ إيه أنا لا أدري والقول إنه هو جمعات الإيسجل تفتيرون فرش بس لا أدري ترقين سيد قد له كنسة وغنم الأمريكة مشاعر سوف تامرا أمريكة وعادة وردرة بي أفتك جيد تتذكر أنه يبدأ في نباك وسوسون الفنسة وغنم أكثر خدت بالك أن كاتب المحكمة أرالو اللي هو كتبه قال له عايز تضيف حاجة تاني المستشار قال له عايز تضيف حاجة تاني قال له تمام كده تمام كده هو بيقول إن سيد قطب لم يتفقه في علوم الدين طب يا حاج يا كدهب سيد قطب كان مسؤول الدعوة أو القسم الدعوي في جماعة الخوانة المجرمين هو مسؤول عن الدعوة الدعوة اللي هي نشر الإسلام أو إنه هو يجذب الناس للإسلام واحد حيروح يكلمني مثلا عن الإسلام وهو لا يعلم ولم يتفقه في الإسلام زي ما أنت ما قلت يعني لما يجي هيدعوني للإسلام هيتكلم في إيه هيتكلم في الشاي وسكر ولا هيكلمني في القرآن والأحاديث والسنة والنبي وي ووي يبقى زي لم يتفقه في الدعوة عرفتوا إنه كدهب بيتكلم عن سيد قطب اللي بيقول إنه هو يعني شعر وأديب سيد قطب ليه عدد من الكتب اللي زي ما قلت لحضراتكم ظلال القرآن اللي فيه 30 نسخ ليه معالم في الطريق اللي هو دستور داعش ليه كتب كتيرة جدا بتعتبر هي منعج للإرهابيين يبقى زي لم يتفقه في القرآن أو في علوم الدين طيب ده بالنسبة شوفوا بقى الفيديو ده اللي جاي ده ده اللي الناس يمكن حتى الآن قليل جدا اللي خد باله منه إيه هو إن الحج ده دي دعوة صريحة ودي اللي بقدمها لكل محامي ياخد الفيديو ده ويروح يقدم بيه بلاغ للنائب العام على إنه تحريد على قتل غير المسلم في مصر تحريد على قتل غير المسلم بلسانه بيقول اسمعوا ويقول اسمعوا فالسان الجنب ده وصلي وجاء في كتابه مصري أه الباعث عن كرب أفراد ونقات المباحش والشرفة اسمعوا يا شيء هذا الكتاب يوحب يعد أحد ألميليات خمزين داعش والقاعدة لتبريرهم كتاب الجيش والشرفة طبعا حيثا هذا فما أن قتال التوارف المتنع واجب من ويلات الدين الظاهرة لأجلة القتال والسلوح ما رأيك في هذا القطع؟ أنا عايز منه أدلة على قتل مسلمين إحنا الجيش وصفة ضلو المسلمين قتل قتل هو يقول يجوز يجيب الأدلة يقول عليهم حتى مسلم بيت 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 يعني كلام خلق طبعا صحي خلق طبعا المستشار طبعا هو بيعرض له كتاب بيقول له أن فلان الفلاني ده بيقول أن يقتل الجيش والشرطة فهو بيقول له ده مصري قال له اه وده دستورة على فكهة كل الجامعات الهرابي فقال له خليه يورين الأدلة من القرآن والسنة على قتل المسلمين هو المسلمين هو المستشار بيكلمه على قتل الجيش والشرطة إن ده الكتاب ده بيتكلم على قتل الجيش والشرطة فقتل الجيش والشرطة هو بيقول له ايه الجيش والشرطة ده المسلمين يعني الجيش والشرطة ما فهوش حد غير مسلمين فقط ما فهوش حد تاني طيب هو بيقول له بقى خليه يجب لي أدلة تثبت من القرآن والسنة يعني الأدلة تثبت قتل المسلمين من الجيش والشرطة إذا مش هتقتل المسلمين يبقى قتل غير المسلمين لما هو ما ينفعش تقتل المسلم في الجيش والشرطة ما اللي تقتل مين هو الجيش becomes غير المسلمين والشرطة مفعش غير المسلمين ده تعريد علني منه إن اللي في الجيش والشرطة غير مسلمين يقتلو لأن القرآن والأحاديث والسنة قالت ما ينفعش يتقاتل من الجيش والشرطة المسلمين يبقى القرآن والأحاديث قالوا إن اللي في الجيش والشرطة غير مسلمين يقتلوا ده كلامه حسيني عقوب اللي بيقول مش أنا طيب خبر وأقوال في الجريدة أقوال طبعا واضحة جدا نهايه قضية خليد داعش مش عفيد لسه على فكرة الكلام ده يعني بعد المحاكمة على طول كل الكلام اللي فيه بيقول الكلام إنه هو يعني إيه موضوعها واستدعوه المستشار وقال له أسئلة ومش عرف إيه لكن مش مهم نقرأ اللي فيها أجمل ما في الموضوع طبعا لإنه هو بتاع دبلوم المعلمين ومش عرف أزاي يوفقه على واحد بهذه أو بهذا التعليم هذا المستوى التعليمي اللي يخليه يعتلي منابر وهو ما هواش كف غير بالجلبية والدقن والسبحة هم دول شروط واحد يعتلي المنبر الجلبية والسبحة والدقن كده بقى شيخ وكده بقى دعية وكده بقى فقيه ويتاجر بالفيديوهات والفضائيات والإعلانات ويكسب ويحط زي ما هو وغيره وأولادهم يتعلموا في أحسن مدائس وما فيش جهاد ما فيش جهاد تعالوا نشوف الفيديو ده الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وخارج أزهر ومن وزغط الأوقاف كل الشروط الواجب توافرها فيه كويس قوي أنكم بقيتوا تكشفوا بعض كويس قوي أن المسلم البسيط دلوقتي يعنيه بتدت تفتحه وبصيرته بتدت تشوفه تعرف كويس قوي أن النقاط بتاعك بتدى يقع ويتكشف عورتك يا حج حسيني عورتك الفكرية الدعشية عشان أنا عارفها أفكارك وكلامك أنت دلوقتي بقيت مصخة لكل سلفي مصخة لكل مسلم عار عار لأنك كذاب ومنافق وملتوي وكل حاجة تتقال عنك ومش أنت لوحدك غيرك كتير قوي وطبعا الحج حسن زيك والحج مصطفى العدوي زيك أن أنتوا اللي خرقتوا للإرهابيين على فكرة معلومة حلوة حقولها لكم جميلة قوي لأنه هو برضو تكلم على حسن البنة طبعا ما عادش فيه وقت للكلام هو قال على حسن البنة أنه هو حبي ينشئ الخلافة بعد منش عارفة إيه عشان ويوصل للحكم ده كلامه عن حسن البنة هقولكم معلومة حسن البنة ليه سمى الجماعة الإخوان وليس الإخوة ليه قال الإخوان المسلمين وما قالش الإخوة المسلمين اختار حسن البنة اللي جماعته اسم الإخوان المسلمين ولم يسميها جماعة الإخوة المسلمين وهذا أقرب إلى الصحة لغويا فكلمة إخوة ارتبطت في القرآن بالمؤمنين إنما المؤمنون إخوة يعني الإخوة هو المؤمن وفي سورة يوسف ذكر إخوة يوسف وكانوا جميعا مؤمنين بالله أما كلمة إخوان فقد ذكرت مرتين وارتبطت في القرآن عند ذكرها بالأشقياء ففي سورة قاة في القرآن قال إخوان لوط ما قالش إخوة لوط في سورة الإسراء قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يبقى حسن البنة عارف الفرق ما بين إخوان وإخوة وعارف إن ينطبق عليهم الإخوان وكلمة الإخوان هي الغير المؤمنين الله عليك يا حسن يا بنا أخيرا الناس بتعرف حاجة أنت عملتها كويس الخوان المجرمين طيب ده بالنسبة للحج ده تعالوا نشوف آخر حاجة عشان خاطر البلاغ اللي فرح قلبكم تم عمل أول بلاغ وأنا متوقع لأسبوع الجاي حلاقي بلاغات أكتر أول بلاغ لنائب العام ضد حسيني عقوب شوفوا الخبر كده تربح من الدعوة تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسيني عقوب على جريدة الدستور أول مبارا شوفوا الباقي بتاعها بتاع الخبر حلوة قوي تقدم المحامي الدكتور هاني سامح اليوم ببلاغ للنائب العام رقم مش عارف إيه ضد الضعية محمد حسيني عقوب وقال في البلاغ من إقراء إن يعقوب يعني بموارسته الخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصل على دبلوم المعلمين وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة الإرهاب آخرين هم أبو صحيح الحويني واسمه حجازي يوسف أو زي ما قلت الحضاءات حجازي شريف ومحمد حسين وأضاف تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا وتبرعات من المردين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة واسأل واسأل تاني وزارة الأوقاف كانت فين لما هو ممنوع رسميا من الخطابة بيعتلي المنبر في الجامع ازاي وأبرزهم صديقه المجرم الإخواني محمد عبد المصود في أن يعقوب بيشتغل بالسلحة وديه بيستغل دروسه في الزواج من العزارة الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عزراء رغم كهلته القانون واحد وخمسين لسنة 14 بينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بيقول لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاث بالأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والعقاب بالحبس هو بقى المادة بتقول إيه العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسة الدعوة دون ترخيص كما هو ثابت بشاهدته في قضية دعش مبابة ولإضلاله ضلاله يعني الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف ده بس يا دكتور سامح ده بس اللي لفت نظرك إنه هو تربح من أداءه ده الأهم هو نشر الإرهاب الأهم هو نشر الإرهاب هو تدمير البلد هو خلق إرهابيين وحط بقى اللي أنت عايز يسيبك من إنه هو ما خدش تصيح التصيح ده يعاقب عليه وزارة الأوقاف ويعاقب عليه المسؤول عن كل جامع هو أعطل منبره هم دول اللي يحاسبه هو طلع المنبر إزاي إيه اللي خلاهم الدول المنبر والميكروفون يتكلم كان فين وزير الأوقاف كان فين الدولة كانت فين المنابر دي اللي المفروض لها شيخها اللي المفروض عندهم الإقرارات والكلمات اللي يقولوها والوعظات اللي يقولوها لكن لا نساب له الميكروفون ويطلع ينشر إرهاب ومش مشكلة وبعدين نرجع نصوت وبعدين نقبض على قبرياء فوجة نظري لأن دول اتخدعوا في واحد بالشكل ده اعتقدوه يعيني إن هو حيوصلهم للجنة بالكلام اللي بيقولو حيجاهد ويحارب ويقتل ويدبح عشان يدخل جنة الزناف هو أستاذ أبو مريم أهلا وسهلا بحضيتك ربنا يحافظ عليك وديلك الصحة وحييك على هذه الحلقة وربنا يرعاك ويرعا أسرتك أمين يا رب عايزة أعلق على بس الحلقة بتاعت حضرتك طبعا كل شيء متغير حضرتك كنت بتقولي كلية الحقوق كانت بتاخد مجموعة كبيرة هما كانوا كليتين أيام الملك كلية الزراعة وكلية الحقوق والباشا لما يكون عنده ولدين واحد يخش الزراعة عشان يمسك الأراضي والتاني يخش الحقوق عشان يبقى مجلس الأمة وكل شيء متغير وأنا لما كنت في السنوات العامة سنة 74 كان كلية الإراجة الطبيعية بتاخد حقوق 60% اللي بتاخد 99 يعني الكل متغير وليس ثابت إلا الله لأنه الله ليس عنده ظل دوران وهو ثابت نبص بقى للأستاذ رجاء عطية والأستاذ رجاء عطية لما كان المحامي العام كان بالأمانة بالأمانة كان فلة ولكن لما يبقى نقيب لازم يتغير يا أستاذ لأننا عرف ناس كسرين كانوا فلة ولما مسكوا المراكز القيادية بيتغير لازم أسالفي إخواني شوقيين حاجات مندي التكفير والهجرة النجوم من النار حاجات كتيرة بالنسبة للأخ أحمد حرقان ده كان الزراع الأيمن بتاع ياسر برهان معي ولكن هو الحد عشان يلم فلوس أكتر أما الأخ اللي هو محمد حسين يعقوب والأخ محمد حسان بتاع التقية والمعاريض التاني بقى كان بدي محاضرة بحاجة اسمها المداراة يعني أنا مش طيق من الناس لا قبل واتحك لفوشه يا محمد يعقوب أما على هذه النعمة للإسلام ونطق الشهدتين وقال كلام غريب جدا في إحدى الفيديوهات ليه رجال الإسلام طبعا أهم حاجة أنه هو ينقذ أهله وقصته الحج حسين يعقوب قال المستشار بيسأله عن الجهاد فقال له الجهاد هو أن نعمل على زيادة أعداء الصالحين ولا يجوز قتل المسلمين ورجال الجيش والشرطة طبعا دي لما يقول أن الجهاد هو يعني دعوة الناس للصلاح ويبقوا ناس من الصالحين ده كداب ولا مش كداب هل هو الجهاد أنه يزيد عدد الصالحين طبعا لا الأهم الأهم هل هو ألف وسط الكلام طبعا الفيديوهات كتيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم هو قال أنه حنبلي وليس يعني طبع المذهب الحنبلي المذهب الحنبلي بيؤمنوا بيؤمنوا أن الحديث ينسخ القرآن يخار باريس الحديث ينسخ القرآن يعني ينسخ يعني يلغي القرآن وهو الصح يعني ده يطغي على ده دي النسخ اللي هو الناس اللي مش عارفة يعني ينسخ طيب عارفين فيه كم جامع وزاوية في مصر 165 ألف جامع وزاوية 165 ألف جامع وزاوية في مصر الحبيبة المهم طبعا فيها سئلة كتيرة قوي ما حكم الانضمام للجماعات الإرهابية المستشار سألوا فقالوا أنا لا أدري لأنني لا أستطيع أن أحكم عليهم لا أعرف ما يفعلوه إذا كان صح ولا غلق الجامعات الإرهابية هو ما يعرفش ما يعرفش فيها إيه ما يعرفش هما بيعملوا إيه ما يعرفش إذا كانوا اللي بيعملوا صح ولا غلط تخيلوا ما يعرفش عنهم حاجة بقول لا أعرف هذه الحج مين معنا على التليفون أستاذة إيفا أهلا وسهلا بيك أهلا بيك مدام نادية أحلى بيك البينامج أكتر من رائع وإحنا بنشكرك على مجهوداتك وإحنا بنشكرك البينامج بتاعيك فعلا فعلا جميل وكل ثقة وكل ضمير حي شكرا بس أنا عايزة أسأل حضرتك عبدالله رشدي ده وقع إيه دلوقتي في اللي بيحفظ هل برضو هيفاءل عن الإرهاب اللي تنشهره في مصر وخطف البنات المسيحيات وحتى وصلنا لخطف الشباب المسيحيين هقولك مفاجأة أستاذ إيفا قولي يا مدام نادية أنا سمعاك الحاجة عبدالله رشدي كاتب بوست بيقول إن الناس متغازة إن يعقوب وكل أو الشيوخ اللي بيتجوزوا كتير فبيقول كده ياريتني جبتها هي معايا بيقول إن إنتوا ليه زعلانين وربنا يبارك لهم إن شاء الله يتجوز ألف وحدة هم ليه متضايقين إن هو يتجوز ويتجوز الصغيرات هو حر يعني بيدافع عن يعقوب وبيدافع عن كل وحدة تتجوز أو الشيخ الكهول ده الكهل العجوز ده لما يتجوز العزارة الصغيرات هو بيدافع عنه وبيبارك لهم وبيقوله بارك الله فيك يا شيخنا قادي يا عبدالله رشدي ولسه سايبينه نعم ولسه سايبينه يعني ها طبعا 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 ده مجانس لازم لسه لسه عليهم الدور بس على فكرة أبشرك بحاجة وأبشرك كل أستاذ المشاهدين دي بداية السبحة وحتكر على كل الباقي ده اللي أنا متخيلة وده اللي إن شاء الله هيحصل هيبتدوا يعني إذا كانت الدولة قبل كده كانت مسندة السلفيين عشان ما تضربش الاتنين في وقت واحد وده اللي أنا كنت شايفاه زمان أن ما تضربش الإخوان والسلفيين في وقت واحد لازم يكون حد كده تطبطب عليه عشان يسند معاها الدفة لغاية ما الخونا المجرمين يخلص عليه فبالتالي خلص من الخونا المجرمين ودلوقتي الأحكام بالإعدامة هي هيبتدي يلم السلفيين ويبتدي يقبض عليهم ويبتدي يحكمهم كمان شكرك جدا يا أستاذ عيفا يا رب البركة في سلواتك وربنا يتجد ومصر للمسيح في الآخر أمين يا رب احنا متأكدين من كده أمين يا رب احنا متأكدين من كده أمين يا رب شكرك جدا كان عندي شوية حاجات في خلينا خلاص لا ممكن أخذ بس بعد إذنك بتعم ينامر بس هي دي بس في الغرب طبعا أنا عندي في موضوع الغرب حاجات كتير لكن حاخد الحتة دي بس المجلس العسكري في ميانا مار يحرق قرية بأكملها يمكن لو حضرتكم فاكرين المجلس العسكري في البلد دي قام بانقلاب عسكري وشال اللي موجودين وهو اللي حكم كل المجلس العسكري كده من أيلين بستين نيلة المهم المهم إنه هو حكم قصد حرق قرية بأكملها بص شهود العيان بيقول لك إيه إزاي قرية بأكملها أنا عندي الصور بتاعت القرية متفحمة تماما شهود العيان بيقول لك إن فيه إتنين فقط هم اللي قتلوا في القرية حتى بالرغم إنه هو الحتة في الأخيرة دي بيقول لك برغم تفحمها بأكملها أشعلوا النار في القرية بأكملها ولكن شخصين أتنين فقط هم اللي ماتوا طيب تيجي إزاي الأهم أو أنا جايبها الخبر ده ليه فاكرين لما قالوا على ميانا ماردي إن بيقتلوا المسلمين فيها وبيعذبوا وبيسجنوا أنا جيبت حلقة مخصوص عليها وأثبتت لهم إن اللي بيتقتلوا من المسلمين هم جماعة الخوانة المجرمين اللي هناك اللي هم بيقتلوا وبيحردوا على القتل ويه ويه فكانت الدولة بتقبض عليهم لكن ما كانتش بتقتلهم دلوقتي سمعين صوت لهم سمعين حد قاموا بمظاهرات مليها أول من آخر على مستوى العالم كله على اللي بيحصل للمسلمين في ميانا مار على اللي بيحصل للمسلمين في ميانا مار دلوقتي المجلس العسكري هناك حرق حد سمع مهم ميانا مار فيها كلها مسلمين أو غالبيتهم مسلمين حد سامع مظاهرة خرجت على القرى اللي اتحرقت أو المسلمين اللي هناك أو أي حاجة بتحصل لهم في مستوى العالم كله مش في البلد بتاعتهم لا لا أنا بأتكلم على المظاهرات اللي خرجت اللي بتقول إن الدولة بتضطهد المسلمين هناك تكريم بس عرفتوا إنهم بوشين في مواقف معينة يطلعوا بمظاهرات وفي مواقف معينة خرص خرص ما تسمع لهمش أي كلام أشوف حضراتكم على خير بإذن ربنا الإسبوع الجاي وقتنا خلص من بدي وأشكر جدا كنترول روم على الوقت الإضافي اللي أخدته والإعادة بعد أربع ساعات قل لعشر دقيقة من دلوقتي ويوم السبت قبل دلوقتي بساعة ونصف سلم نسيح مارك اشتركوا في القناة